تنضم إلي هنا في الستوديو الآن الزميلة لبنى بوظة من قسم الاقتصاد لنتابع معها قليلا التبعات الاقتصادية لهذا القرار لبنى صباح الخير صباح النورة يعني مؤشر قطر يتراجع بشكل مستمر بدأنا بتراجع تقريبا 5% وصلنا الآن أعتقد إلى 7% لماذا هذه التراجعات ولو نشرح أكثر ماذا يعني هذا بداية البرصة القطرية تعتبر ثاني أكبر أسواق المنطقة من بعد المؤشر في أسوق السعودية المملكة العربية السعودية معظم هذه الشركات المدرجة هي شركات الكثير منها مملوك للحكومة القطرية وما يجب أن نفهمه هنا أنه بحكم حجم قطر الصغير فمعظم هذه الشركات لا تعمل فقط في قطر وإنما تعمل خارج الحدود للقطرية فبالتالي أي تأثير أي قطع لعلاقات أي حضر من أي نوع كان هذا يؤثر على نتائج هذه الشركات المالية على حركة الاستراتيجية على الأعمال على العمليات التشغلية وما إلى ذلك وهذا ما تم ترجمته مباشرة بهذا السقوط الحر الذي شهدناه لمؤشر بورصة الدوحة مع بداية التداولات نتحدث عن 800 نقطة دفع واحدة يتراجع المؤشر يعني من أهم الأسهم عليها Q&B قطر الوطني بن قطر الوطني الذي يعتبر المحفظة التي تضع فيها الحكومة القطرية سيولتها تراجع بعشرة في المئة هو أكبر طبعا البنوك في البلاد ليس هذا فقط صناعة قطر البتروكيمويات تراجعات قوية مسعيد البتروكيمويات كهروماء وهي شركة كهرباء وماء قطر أيضا تراجعات قوية كل هذا يفسر بالتأكيد بالحضر وهناك تخوف الآن أنه كيف سيكون تأثير هذا الحضر لأنه ليس فقط يؤثر على شهية الاستثمار وعلى المستثمر وإنما أيضا سوف يؤثر بشكل كبير على مفاصل الاقتصاد بشكل عام لأن هذه الشركات أيضا هي تدعم الاقتصاد في قطر بشكل رئيسي فبالتالي شفنا كل هذه التراجعات سهم الملاحة بالتأكيد علي كان تراجعات كبيرة عم تحدث عن 6% المصرف الإسمنت 5.5% كل هذه الأرقام تعود بالمؤشر الآن إلى مستويات لم نشهدها منذ بداية العام الماضي يعني عم نتحدث عن مستويات حتى تقنية للمؤشر القطري تم اختراقها بشكل سريع جدا فبالتالي إذا ما استمرت هذه التراجعات لأ دائما هناك تحركات تحدث ضمن الحكومة هنا أريد أن أسأل يعني عادة الصدمة تولد مثل هذه التراجعات لو نتحدث الآن عن السيناريوهات الممكنة كيف يمكن استرداد تعافي هذه مؤشرات هذه الشركات هل هو محكوم فقط بعودة العلاقات يعني كيف سيكون المستقبل لبناء ما هي التوقعات هذا سيعتمد بشكل رئيسي على الموضوع السياسي إذا حسب كيف ستتطور هذه الأمور إذا ما بالفعل قطر تداركت الموقف أو لم تتدارك الموقف واستمرت في ما تقوم به الآن على هذا الأساس يتم التحرك في الأسواق القطرية الملفت لنا بأنه في أسواق المحلية نحن في أسواق الدول الخليجية التي قامت بقطع علاقات مع قطر ما كان في عنا هذا التراجع لماذا؟ لأنه حجم الاستثمار القطري في هذه الأسواق هو قليل جدا بينما بالعكس نحن نشهد هذا التخوف الكبير الذي بالتأكيد ضغط على كبرى شركات القطرية خلال تداولات اليوم طيب ربما أحد المؤثرين جدا ستكون شركة الخطوط الجوية القطرية لبناء بالتأكيد كيف نتوقع أن تكون أيضا التبعات بهذه الحالة؟ هلأ مننا المعروف بالتأكيد بأن الخطوط الجوية القطرية هي من أكبر شركات القطرية وهي غير مدرجة في السوق طبعا كان في حديث طويل أنه ممكن أن يتم إدراجها ولكن لم يتم الذي يحدث الآن بأنه ستفقد الكثير من النقاط الاستراتيجية الهامة والهبس التي كانت تقوم بالخروج منها هذا بالتأكيد سيؤثر على حركتها ناهيك بالتأكيد عن تغيير الخطوط الجوية لأنه صار عندنا حضر جوي الآن فبالتالي سوف يكون هناك تغيير في خارطة الخطوط الجوية لقطر وكيف ستتحرك في هذا ما يسمى بالأجواء المفتوحة فبالتالي أيضا هذا سيؤثر سيزيد الكلفة لأنه بالتأكيد ستضطر أن تأخذ مسالك أطول هذا أولا ثانيا سيكون هناك تراجع كثير في عدد المسافرين لأن خصوصا في المملكة العربية السعودية في الإمارات العربية المتحدة لا نستطيع أن نحكم على حجم التأثير من عدد سكان الإمارات لأنه من يقوم بأخذ الخطوط القطرية أو استخدام ليس فقط الساكنين في الإمارات العربية المتحدة وإنما من حول العالم نتحدث عن خطوط تستخدم عالميا بالتأكيد لا أدري إن كان هناك مثل هذه الحالات لتراجع شركات خطوط جوية كيف يمكن مواجهتها برأيك لبناء كيف يمكن ماذا بإمكان الشركة القطرية الآن أن تفعله لتلتف على هذه الضغوطات اقتصاديا أتحدث أم أن الخسائر حاصلة حاصلة لا يمكن تجمدها أتوقع حتى الآن ستكون الخسائر حاصلة حاصلة من غير حتى الآن لا أتوقع أن هناك حلول أمام هذه الشركات بأن تلتف أو تتفادى هذه العقوبات الصارمة لأنه سوف يكون لها بالتأكيد تأثير نحن نتحدث عن خاتم يعني قطر ضمن منطقة لا تستطيع الخروج منها